السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورسانة اجر سيكوريتي تكنولوجيز. الفيديو اللي فات او الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم عن خدناها عرفنا بتتعمل ازاي على مستوى بيوزر واحد وتناولنا الخاصة بيها. وكنت قلت لكم في الفيديو اللي فات انه الفيديو اللي جاي اللي هو منه افترض الفيديو ده يعني مهم جدا وبيتطلب منك تركيز شديد. لكن اه بعتذر لانه اه مش هو ده الفيديو اللي انا اصده. الفيديو ده اه اللي انا نوهت عنه مهم جدا وتطلب تركيز شديد هناجده للفيديو اللي جاي ان شاء الله. بينما الفيديو ده هنتناول فيه او هنستمر الحديث فيه عن برضو. ليه? لاني وانا بناجي المنهج اكتشفت اه خطأا او سهوا ان انا نسيت او لكم او نتعلم مع بعض زي بنطبق البوليسي اللي بنفرد من خلالها انه تطبق او تكون على مستوى الاول يوزر. لانه من غير المنطقي ان حضرتك او حتى ان انت هتدخل تطبقها على يوزر يوزر. اه واحنا قلنا انه فيه اه اه اجر يعني ادحت لي بوليسي هقدر من خلالها انه افرض اه اه تطبيق البوليسي ديت على كل اليوزرات. خلينا سريعا نروح للبورتل بتاعتنا كده. ونروح على الاتدريتري الخاص بنا اخلي بالنا انه انت كسيكوريتي انجنير لو ربنا كرمك بشغلانة مثلا في احيي الشركة محترمة بالطبع عندها الكلاود فبالتالي انت اول ما تستلم الشغل من المفترض ان انت هتاخد اوورديو كده او هتاخد لفة كده على البورتال فيما يتعلق بالسيكوريتي فاو انت بتدور بقى انت هتضطر تعمل ايه هتضطر ان انت تشوف الدنيا عندك ماشية زي يعني مين متطبع عليه الامر في ايه مين مش متطبع عليه الامر في ايه حجم او النسبة المئوية فيما يتعلق بعدد الوزارات كان واحد متطبع وكان واحد مش متطبع وكذا فبالتالي برجو ان حضرتك تركز معايا في الكلام الوقت احنا عملنا ايه ان احنا فتحنا البورتال عندنا توجهنا للاتوذيكري الخاص بنا ومنها هروح على اليوزر علشان في النهاية هيطلع لي القائمة الخاصة باليوزر منها هاختار المالتيفاكتور اوثنتيكيشن هايبدا يحولني على صفحة المالتيفاكتور اوثنتيكيشن فيما يتعلق بالسيرفيس سيتنج او اليوزر سيتنج نخلي بالنا ما نلخبطش بين المالتيفاكتور اوثنتيكيشن سيتنج اللي احنا تناولناها في الفيديو السابق وبين السيتنج الخاصة باليوزر اللي احنا هنتكلم عليها او بنتكلم عليها دلوقتي في الفيديو ده هنلاحظ هنا انه مجموعة اليوزرات هي هي اللي على البورتل ولكن هنا بدأ يديك المالتيفاكتور اوثنتيكيشن ستيتوس حالة تفعيل او عدم تفعيل هنلاحظ هنا ان في عدد كبير من اليوزرات مش متفاعلة عندها الخدمة فبالتالي انت هنا كسيكوريتي انجينير هتبدأ تشوف شغلك طيب نخلي بالنا بقى واحنا وقفين بالمرة كده وقفين انه ثم خلينا نستعرض الحن dubSi ان نستطيع فعل بعض الكمات literature فحضرتك على مستوى الويوزر ممكن الراجل الماسمع هو عمادة هي disable بالنسبة له فلو القفنا على العماد هقول له Enable او كي اد夢سترات suit او ي Initiative عفوا. هقدر اعمله بالخطوات دية. اوكي? هيسألني. اه هتينيبل لليوزر اللي اسمه اماد. هقول له ايوة نوسم حتى. هيقوم من وهيبدأ تمام? ادي اول حاجة. بقت يعني اماد لو دخل المرة الجاية. هيطلب منه انه هو لو مش مدخل رقم تليفونه هيطلب منه انه هو يقدر السيكوريتي انفورميشن الخاصة به ويحط رقم تليفون له علشان تطبق عليه. طيب في ايه تاني من الاعدادات? في ان انت ممكن تعمل لها عكس الانيبل. وفي حاجة تاني بقى سبك من انفورس هناخدها كبوليسي. في المانج يوزر سيتينج في ما يتعلق بايه بقى. قال لي هنا. خليه يبدأ من البروفيل بتاعه او في بتاعته يدخلك او يتأكد من اه بيانات الدخول بتاعته. يقبض بقى رقم التليفون يختار يعني وزيلة التحقق بتاعته سواء كانت الفون او الابليكيشن او وهكذا. ادي اول اعداد. الخيار التاني ده لما لما حضرتك كسيكوريتي انجينير او كبورتل افنستريتور بتفعله لليوزر فبيعمل ايه? بيشيل او بيحزف كلمات المرور لليوزر حددها للابليكيشن. يعني هنتخيل ان في ابليكيشن معين او مجموعة التطبيقات انت سامح لليوزر اللي اسمع مادة ان هو يأكسزها. في بعض من التطبيقات دي بتسمح لعماد انه يحدد لها باسورد. يعني احنا قلنا انه طالما بابليكيشن فهو بيكتفي بالباسورد الجاي بيها اليوزر الاساس او. في بعض التطبيقات او بعض الحالات بتسمح لليوزر ان هو يدخل بباسورد غير اللي يبقيها او يحدد له باسورد معينة. فكاجراء وقائي مايكروسوفت بتسمح لك ان انت تدليت الباسورد ده ديت. فهنا هيحصل ايه? هنا الابليكيشن ده هيتوقف تماما عن استقبال عماد. مش هيسمح له بالدخول. لانه التراصد اللي بين الابليكيشن وبين اليوزر هنا هيختفي اللي هو الباسورد اللي بتخزينه جوه الابليكيشن. في الخيار التالت ده هو بيفترض انه اليوزر من كتر عمليات اللوجين على نفس الجهاز فاصبح الجهاز ده فيما يتعلق بعمليات الصينين او اللوجين. فهنا انت بتشيل بتشيل التراصد او بتفك التراصد اللي بين الجهاز ده وبين اليوزر علشان لما يعمل ناكست لوجين يطلب منه الكود مرة تلية. يبقى كده تناولنا فيما يتعلق بالام اف اي من خلال ان احنا روحنا على البورتل استعرضنا اليوزرات ونالوا بدأ يحولني على الصفحة الادادات الخاصة يا شباب باليوزر واكدنا ان حضرتك ما تخلطش بين المالتي فاكتور اثنتيكيشن سيتنج واليوزر سيرفز سيتنج فيما تعلق برضو بالام اف اي. طيب كده فهمنا اه تعالى بقى نعمل الانفوس للبوليسي تعالى بقى نعمل بوليسي انت كده فهمت الدنيا رايحة فين ودامنين وقدرت تكون صورة ان انت لازم تدخل تعمل بوليسي او رجيستر مالتي فكتور اثنتيكيشن بوليسي وتخليها انفوس تغصبا عن اليوزر انها تتطبق على كل اليوزرات نخلي بالنا بقى برضو ان اليوزر اللي مش مدخل رقم تليفون وفيه البروفايل عنده طبعا ببي دفولت مش تطبق عليه طيب خلينا نشوف سريعا هي بتتعامل منين هابوح الخاص بينا ومن الجزء الخاص بالسيكوريتي هقوله لو سمحت انا عايز ايدنتي بروتيكشن ايدنتي بروتيكشن نخلي بالنا ان ده موضوع كبير ان شاء الله هو ده اللي انا كنت بقول لكه عليه ركز فيه جدا واللي هنتناوله بالتفصيل ان شاء الله بدءا من الفيديو اللي جاي هروح اقول له ايدنتي بروتيكشن منها هقول له لو سمحت انا عايز اعمل تاني احنا داخلين نعمل ايه داخلين نعمل ايه داخلين نعمل بوليسي بتاعتي منها هروح ومن هستعرض السيكوريتي ومن السيكوريتي هختار اللي منها هروح على طيب انا هقف على او هنقف مع بعض على هنا هيبدأ يسألني النيم طبعا انا ما بتحكمش فيها هي باي ديفولت ميكروسوفت عاملاها بالنيم بتاعها البوليسي نيم ملتيفاكتور ايديكيشن ريجيستريشن بوليسي تمام كده اللي بتحكم فيه حاجتين يا شباب اما اني اطبق على مستوى الاليوزر او على مستوى مجموعة من اليوزرات تمام يعني لو دخلنا هنا هيقول لي واليوزر ولا فطبعا ان حضرتك يطبق على كل اليوزرات لو شغلك يستدع ان انت تطبق على مجموعة فقط من اه اليوزرات دخلين دو اوكي طيب هنا هتكسلود او هتستبعد بعينه انه ما يتطبقش عليه او هتستبعد بعينه انه ما يتطبقش عليه فبالتالي انت بتختار بحسب متطلبات شغلك هقول له وهبدأ هنا هعمل لها هنا هي لا هخليه واقول له سيفيب انا كده عملت ايه كده عملت لكل اليوزرات وخليتها او اجباري او اقول له هنا سيفيبدأ ياخد مني الاعداد ويطبقها نخلي بالنا تاني تأكيدا اليوزر اللي مش حاطط رقم تليفون في البروفايل البوليسي للأسف مش هتطبق عليه فبالتالي حضرتك لازم تدخل تستعرض كل يوزرات وتشوف مين اللي اطبقت عليه ومين اللي ما اطبقتش عليه اشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة